اشتركوا في القناة الموافقة الأول من ديسمبر من العام 2021 وبرعاية الوسيطة الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية الوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا على اليورو بيان مهم جدا وهو مؤشر مديرين مشتريات الصناعي الألماني الذي يصدر في تمام الساعة الحادي عشر وخمسة وخمسون دقيقة صباحا بتوقيت مكة المكرمة ثم سوف يكون لدينا حزمة من البيانات الهامة على الجنيل استرليني تصدر في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وهو مؤشر مديري المشتريات الصناعي وسوف يكون لدينا أيضا في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة حديث السيد بيلي محافظ بنك إنجلترا ومن ثم سوف يكون لدينا حزمة هامة من البيانات على الدولار الأمريكي تبتدأ في تمام الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت مكة المكرمة مساء وهو التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن الأي دي بي ثم سوف يكون لدينا صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن الآي اس ام في تمام الساعة السادسة مساء وفي ذات التوقيت سوف يطل علينا السيد جيرم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالإدلاء في شهادته ومن ثم سوف يكون في تمام الساعة السادسة والنفس صدور تقرير مخزون النفط الأمريكي الخام إذن أخواني العزاء نذكر أننا يوم الغد في يوم الأمس في الجلسة السابقة شاهدنا التذبذبات الذي حدثت عقب تصريحات السيد جيرم باول وهو يدلي بشهادته أمام الاحتياطي الفيدرالي وشاهدنا التذبذب الذي حصل في الأسعار على جميع أزواج الدولار وعلى ملك الملاذات الآمن الذهب بعد أن تحدث بتصريحات غير متوقعة عن التضخم وبنبرة يلمح بها إلى تغيير السياسة النقدية المستخدمة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ولكن لازلنا على نفس النظرة على الشورت تيرم لمؤشر الدولار الأمريكي حيث أنه لا يزال تعرض لبعض من الضغوط البيعية وحتى اللحظة إذا استمرت التداولات بهذا الشكل أدنى الاتجاه الهابط خط الاتجاه الهابط وعدنا المتوسط المتحرك قد نشاهد مؤشر الدولار الأمريكي يكسر مستوى 95.840 والذي إذا نجح بكسر سوف يمتد التراجع إلى مستويات 95.435 وقد نشاهد 94.600 وهناك بعض من التساؤلات حول هل أن مؤشر الدولار الأمريكي قد بدأ بالفعل رحلة الهبوط واتخاذ المسار السلبي الهابط قد نشاهد على الشورت تيرم مسار فرعي هابط ولكن على اللونغ تيرم إذا اطلعنا نلاحظ أن الأسعار لا تزال تتداول في ظل الاتجاه الرئيسي الصعد وأن الهبوط الذي يحصل هو عبارة عن تصحيح قد يصنف عميق نوعا ما طوال ما أن الأسعار مستقرة أعلى مستويات 94 إذا أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أن زوج اليورو دولار حتى اللحظة إذا نجح بالاستقرار أعلى مستوى الواحد فاصل 12800 وإذا نجح باختراق مستوى الواحد فاصل 13500 والثبات علىها سوف يمتد في تكوين الترند الفرعي الصاعد الذي يستهدف مستوى الواحد فاصل 14000 و1.14500 خلال التداولات القادمة ولن يلغى السيناريو الإيجابي الصاعد لزوج اليورو دولار إلا بكسر مستوى الواحد فاصل 12800 والتداول دونها إذا نخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار ونلاحظ أن زوج الباون دولار بعد الهبوط الذي تعرض له عقب تصريحات السيد جيرم باول يعود مجددا للصعود وإذا نجح باختراق مستوى الواحد فاصل 33500 والماثل أمامكم كوين تريند فرعي صاعد يستهدف مستوى الواحد فاصل 34000 و 1.34850 على الشورت تيرم ولن يعود الزوج إلى الضغوط البيعية مجددا إلا بعودة التداولات أدنى مستوى الواحد فاصل 3850 إذا نخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون ديان الملقب بالمجنون ونلاحظ أن زوج الباون ديان حتى اللحظة يحاول التحرر من الضغوط البيعية الذي يتعرض لها خلال الجلسات السابقة ولن يستطيع فعليا التحرر من الضغوط البيعية وتكوين مسار فرعي صاعد إلا باختراق مستوى 151.450 اختراق هذه المقاومة والثبات علىها يمنح زوج الباون ديان تكوين مسار فرعي صاعد يستهدف مستوى 152.500 على الشورت تيرم وقد نشاهد مستويات 155 على اللونج تيرم إذن إخواني الأعزاء يلغى السيناريو الإيجابي لزوج الباون ديان في حال عودة الأسعار أدنى مستوى 150.700 إذن إخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ إخواني الأعزاء أن زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يحاول حاليا التحرر من الضغوط البيعية وإذا ناجح باختراق مستوى 0.71580 وتأكيد هذا الاختراق بناء على قاعدة السلوك السعري قد نشاهد استغلال الدولار الاسترالي لضعف مؤشر الدولار الأمريكي والانطلاق نحو 0.7200 و0.7200 خلال التداولات القادمة إذن إخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل هي المسيطرة وطوال ما أن الأسعار تتداول أدنى مستوى 114 لا يزال السيناريو المرجح هو السيناريو السلبي الهابط الذي قد نشاهد استهدافه لمستويات 113 على وقد نشاهد مستويات 112 111 على وشرط استمرارية السيناريو السلبي الهابط هو الثبات أدنى مستوى 114 إذن إخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ومثل ما ذكرنا يوم الأمس وحذرنا من بيع زوج الدولار ليرة تركية نلاحظ أن الزوج قد حقق الأهداف الأولية التي تحدثنا عنها وهي مستوى 13.55 حيث أن الأسعار حتى اللحظة العزاء تتداول في ظل قناة رئيسية صاعدة وتتلقى الدعم من استمرارية التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأعلى الدعم المحوري ونقطة البايفيت الماثلة عن مستوى 13 ليرة للدولار الواحد وحتى اللحظة إلى أين يتجه هذا الزوج إذا نجح بتأكيد اختراق مستوى 13.55 قد نشاهد صعود قوي جدا يستهد مستويات 14 ليرة للدولار الواحد و14 ليرة ونصف للدولار الواحد خلال التداولات القادمة وشرط مستوى 13.55 وإذا فشلت الأسعار في الاختراق قد نشاهد بعض من التصحيحات ومحاولة التحرك بعرضية وقد نشاهد بعض من الهبوط التصحيحي من أجل أخذ العزم للصعود وشرط اعتبار هذا الهبوط عبارة عن تصحيح والثبات أعلى مستوى 13 ليرة للدولار الواحد إذا نخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ولا يزال البيتكوين يحاول التماسك أعلى مستوى 56 ألف دولار وطوال ما أن البيتكوين أعلى 56 ألف دولار لا تزال هناك بعض من محاولات الانطلاق مجددا أما كسر مستوى 56 ألف دولار للبيتكوين الواحدة قد يكلف البيتكوين الكثير ونشاهد هبوط على الشورت تيرم إلى مستويات 54 ألف دولار وما دون مستويات 54 ألف دولار للبيتكوين الواحدة إذن أخواني ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ولا تزال الريبل تحاول الثبات وتكوين مراكز شرائية على مستوى الواحد دولار وإذا نجحت بالاستقرار أعلى مستوى الواحد دولار قد نشاهد انطلاق قادم للريبل نحو مستويات الواحد دولار فاصل عشر سنت خلال التداولات القادمة أما عودة التداولات دون مستويات الواحد دولار للريبل الواحدة قد تكلف الريبل الكثير وتهوي بها لمستويات الواحد وتسعون سنت إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمن الذهب هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات حول الذهب إلى أين يتجه تحدثنا يوم الأمس في التحليل السابق أن الذهب لا يزال محصور في ظل قناع عرضية محصور ما بين مستوى 1820 و 1775 و 70 دولار للأنصة الواحدة وحتى اللحظة قد كان الذهب تحسن وبدأ بتكوين مراكز شرائية أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وقد أصدرنا توصية شرائية للذهب ولكن عقب التوصية صدرت في أسعار الذهب والبعض قد ضربت التوصية وقف الخسارة لديه والبعض لم تضرب التوصية وقف الخسارة ولا زالت مستمرة وحتى اللحظة إذا نجحت التداولات بالعودة على مستوى 1775 دولار للأنصة الواحدة نشاهد عودة الأسعار للتذبذب في ظل القناة العرضية المحصورة ما بين مستوى 1775 و 1800 و 1820 أي أن نجاح الذهب بعودته أعلى مستوى 1775 دولار للأنصة الواحدة قد يقود الأسعار للتعافي واستهداف مستويات 1800 دولار للأنصة الواحدة و 1820 خلال التداولات القادمة بإذن الله وبالنسبة لتوصية الذهب البعض مثلما تحدثنا قد ضربت وقف الخسارة بسبب التذبذب العالي الذي حصل والبعض لم تضرب عندهم ولكن بإذن الله سوف نتابع لمن لم يتم ضرب وقف الخسارة في التوصية وبإذن الله نتابع تحديثات الذهب أولا بأول من خلال حسابي على سنابشات ومن خلال البرودكاست على افتتاح السوق الأمريكي إذن أخواني لأعزان ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط الخام حتى اللحظة لا زال تعرض للضغوط البيعية واستمرارية التداولات النفط الخام أدنى مستوى 68 دولار للبرميل الواحد قد يعرضه لأضل عودة للنطاق السلبي مجددا واستهداف مستوى 64 دولار للبرميل الواحد أما نجاح اختراق مستوى 68 دولار للبرميل الواحد والثبات علىها قد يمنح النفط الخام الانطلاق نحو مستويات 70 دولار و72 دولار ومنحه بعض من التعافي من الهبوط الذي تعرض له وإذن نقطة التداول المحورية ونقطة ومفتاح التداول لهذه الجلسة هو مستوى 68 دولار للبرميل الواحد نتابع الإقلاقات حول هذا المستوى من عجل أن نحدد المسار القادم للنفط الخام إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة لا تزال متراجعة ومتعرضة لن تستطيع التحرر من القيود البيعية والضغوط السلبية إلا بشرط وحيد وهو عودة التداولات أعلى مستوى 23 دولار فاصلة 25 سنة وطوالما هي تتداول أدنى هذه المقاومة لا يتزال النظرة الفنية المفضلة هي السلبية البيعية إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي وهناك العديد من الاستفسارات حول الغاز الطبيعي لا يزال الغاز الطبيعي حتى اللحظة يتأرجح في ظل القناة العرضية المحصورة ما بين مستوى 4.5 و5 وحتى اللحظة لن يحدد الغاز الطبيعي مسار واضح وصريح إلا بكسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية أي أن كسر الدعم 4.5 سوف يقود الغاز الطبيعي لمزيد من التراجعات نحو مستويات 4.24 وقد نشاهد مستوى 3.5 ولكن يشترط لتحقق السلبية هو كسر مستوى 4.5 أما الارتداد من مستوى 4.5 والتماسك أعلىها قد يعيد الأسعار للتأرجح في ظل القناة العرضية ما بين الدعم والمقاومة حتى يتم كسر أو اختراق لأحد الأطراف بشكل واضح وصريح إذن أخوائي العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداو جونز الصناعي قائد السوق الأمريكي ولا يزال فنيا حتى اللحظة يتعرض للضغوط البيعية بشكل قوي جدا حيث أن استمرارية تداولات مؤشر الداو جونز أدنى مستوى 34780 والواضح أمامكم بالخط الأحمر المتقطع لا يزال يضع الداو جونز في وضع حرج ومن الممكن أن نشاهد هبوط الداو جونز مجددا نحو مستوى 345 و34 أدنى مستوى 34780 ويلغى السيناريو السلبي الهابط في حال تمكنت الأسعار من اختراق مستوى 34780 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أندبورز SP500 ونلاحظ أن SP500 حتى اللحظة هو الآخر لا يزال تداول في ظل المسار السلبي الهابط أدنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأدنى مستوى 4630 واستمرارية التداولات أدنى مستوى 4630 لا تزال تضع SP500 في وضع حرج من شأنه أن يعود بالأسعار هبوط النح مستوى 4560 و4500 خلال التداولات القادمة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ونلاحظ أن مؤشر الداكس هو الآخر لا يزال يتعرض للضغوط البيعية والصعود الحاصل هو عبارة عن صعود تصحيحي ولن يصنف هذا الصعود عبارة عن تغيير اتجاه وتكوين مسار فرعي صاعد إلا باختراق مستوى 15550 والعودة بالثبات للأسعار أعلى وطوالما الأسعار تتداول أدنى هذه المقاومة نتوقع استيناف الهبوط مجددا نحو مستويات 15000 على شورت تيرم إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك ونشاهد أن مؤشر النازدك لا يزال يتعرض للضغوط البيعية وذلك بعد أن فشل بالعودة على مستويات 16500 وعلى المتوسط المتحرك وحتى اللحظة الاستمرار بالتداولات بهذا الشكل دون المتوسط المتحرك ودون مستوى 16500 قد يقود الأسعار لبعض من التراجعات الذي تستهدف مستوى 15600 خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا في فقرة التحليل الفني اليوم أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله